موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنتعرف الجزء الثاني للدرس الخامس لمدة الفيزياء والكيمياء لسنة الثالثة إعداد المساك الدولي وهو السلوسيون عصيد والسلوسيون بازيك لماذا لا تطعش على الجزء الأول سنجدكم مرة بداية في أسفل الفيديو ستجدكم في صندوق الوصف في تعليق الأول ومع روابط السلسيل التمارين قبل أن تكون هذه الجزء ستعرفون بأنهم من أخذنا جافل ستعرفون بأنهم أداء الجزء الأنواع كان لديهم نوع الذي يأتي هذا النوع الشركة وكثيراً نوع آخر مثل جافل العبار هذا الجافل العبار السلسيل العبار يسمي بعض المعاطق العقدة إذا أردتك ما فرق ما بين جافل العبار أو ما بين الجافل الذي تجريه عند العبار ستكلمون أن الجافل العبار يكون قاسح يعني لا يقوم بسيطة وبالتالي لنقصم القصوحية ما يفعله أو الأمهات ما يفعله يخلطه مع الماء لأنه يستعملون هذا المباشر يقدرون تأثير للدين أو على الملابس وبالتالي لنقصم الخطورة يزيدون على الماء هذا يسمى بالعربية عملية تخفيف وبالفرنسي يسمى ديليسيون يعني ديليسيون يعني عملية تخفيف وبالتالي لنقص وهذا أولا ديليسيون سوف نبدأ أولا ديليسيون دين سليسيون أصيد يعني تخفيف محلول حمضي طبعا نريد أن نعرف ما نقص في هذه الدليسيون ما نقص في هذه الدليسيون ما نزيد السليسيون على الماء أو الماء هو الذي يجب أن نزيده على السليسيون إلى غير ذلك هذه الأسئلة كاملة نحن نجد في هذه الأسئلة إذا أولا سنعرف بالدبليسيون سنخذح واحد سليسيون أصيد ما سوف نطلب عليه دهسيون على الماء شرع بإعجاب سليسيون سليسيون أصيد ما قد يتمكن بإعجاب سنضعوا إلى الكمية هذا سليسيون أصيد which Soaps التجهزة ثم استخدممsz ثم الجهاز موس ومن ويجلب سلطقا 1 مل تراجعات المهاضية ومن ويجلب سلطقاء اخر شرط الثالث اثناء الناس من الثالث ثم تسلط عليك السلطق ومن بعد ثم ننظر الثالث لدى الناس من الثالث وفاقات سلطقا 3 مل تراجعات المهاضية ثم ندخلاط الحاول على التى سلطقا ثم ننخص هذا الفيديو في هذه التجربة الأولاً نأخذ الكأس ينضع الكأس لنضع الكأس لنضع الكأس لنضع الكأس لنضع الكأس لنضع الكأس ثم نضع الكأس الحلق نصنع 1.5 هذا هو سلسلسل ثم بالنسبة للدوزن الكأس الثاني ثم الكأس الثاني ثم الكأس الثاني يعني الو تستيلي يعني الو تستيلي ما سنفعله؟ سنأخذ كمية من هذا المحلول سنزيدها على الدوزن 10 مم سنزيدها على الماء ثم سنحصل إلى S2 هو الو زائد الاسيد لدينا المزور pH ثم سنأخذ 10 المليتر لدينا سنفعل ثم سنزيدها على نوضع لي ثم سننفعله ونقوم بهما seen بعض المزور pH سنستيلي نقومique كيف سنفعل؟ سنفعل كل من الأساني ومزم بهما في hiper ماهذا الحل الدوزن 1.5 ثم بعد 3 ثم بعد 4.5 إذن هذه المسألة الأولى المسألة الثانية إذا قلت لكم هل أولا السلوسة لكل أصيد ستقول لها S1 الذي لديه أقل قيمة pH لكل أصيد S3 الذي لديه 4.5 يعني أكبر قيمة pH وبالتالي مليدنا هذه الدليسيون ما نقع على الاصيدات الاصيدات هي نقصات كان لكل أصيد أرجع لكل أصيد وهو pH نقع عليه pH Z كانت 1.5 جاءت 4.5 إذن إنترنتيج سنتاج كون يجب أن يكون الإنسوليسيون الأصيد يجب أن يكون عنده خفيف أو عنده تخفيف عنده تخفيف الإنسوليسيون الأصيد يعني محلول حمضي 100 pH تزداد يعني pH Z يزداد يصبح أقوى 7 فقط تقرر بالنسبة ما تصبح الأصيد يصبح أصيد ثم يرجع أصيد لكذا نقوم بإنسان الأصيد الكرويدر 1.5 يصبح أصيد الكرويدر وعندChat سيكون expon specialized الأصيد ونض ед مثل هذه الأصيد ستكون أظyorum 00 0 0 0 0 0 0 0 وما يجب عليكم تعرفون أنه لا تصل إلى السبعة يعني أعلى قيمة تصل إلى هي 6 فاصلة السعود عليها كتبنا هنا سوى أقوى 2 سنة وبالتالي في التمارين مثلا إذا قامنا بإعطاء هذه القصيرة مثلا 1 فاصلة 1 مثلا 3 مثلا 8 ما هي المال الممكن أن يأخذ هذا السعود المال الممكن أن يأخذ هما 3 ومال 6 فاصلة السعود 1 فاصلة 1 و لا يمكن أن نأخذها لأن هذه القصصات الأمر وحاجة انتقش لإذاا ما نضعه أن نأخذ الآن على المال المعارب وما بين 1 فاصلة السعود وإذا كنت تنقش من أجل 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 في الحالة فهداً تقوم بشكل إنسان نسبة الأساسية عندما تضيف sem Escape تجب أنما كان يشبته بشكل إنسان نسبة للإنسان ستراكم بشكل الإنسان سوف نتوقف الأساسي بشكل نسبة مجبور الإنسان لتعالي في العديد في الذهاب ستظارة في tough الأحيان نقوم بشكل الإنسان نحن نصبع للمشاكم في نفس التجاهل تأتي السليسات التي تجدونكم على رأيدي هي ثلاثة يوضعون الاثلاثايات يستطيعون تعقل بأن اصيد يعني يحصل بأن قبل أصبيل يسبب الأبناء أو نضيع تسبب الأسلسلسات ولكنه تشيب آخر يعني يستطيعون كبيرة من أصبيل الثالثة عن ذلك فقط الذي يجب أن تتعقق عليهم الأخرى ما يجب أن تتعقق عليهم مثل لوت شو أو جويل أو غير ذلك لا نطلب أن تتعقق عليهم لكن هذا التخص يمكن أن تكون عارفهم إذن سأعود إلى نفس التجربة لذلك قبيلة بالنسبة لذلك الأولى سوف نضع فيه السلوسون للسود سوف نضع المزور للسود سوف نضع 2.6 يعني السلوسون باسيك ثم هنا سوف نضع له ثم سوف نضع له السود سوف نضع له ثم سوف نحصل على سلوسون S2 S2 يعني SNS بسبب لمزورة dont mh ن tap هنا ثم سوف نتعقق ثم سوف نبه سوف نضع الأم Sorry وسوف نحصل على سلوسون S3 في لمزورة dont mh لن نفع wash 8.1 إذن لاحظوا معي نقع الحلد كيف نضع الحلد هو 15.7 ثم نضع 8 يعني throws the pH وبالتالي عندما تكون الرanchion وسلوسونها 100 pH diminuido إذا قلت لكم ما كانت السلوسيون باشيئة ستقول لي 8 فاسيلة 6 يعني الذي لديه أكبر قيمة إذا قلت لك الموان باشيئة ستقول لي 100 فاسيلة 1 يعني ما نقع باشيئة؟ نقصت كان لدينا باشيئة 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 وبالتالي لكي تكون لدينا انسيئة باشيئة يعني عند تخفيف عند تخفيف محلول قاعدي باشيئة باشيئة يعني يرجع أقل قاعدي 100 pH diminuido وهو pH diminuido وهو pH diminuido يقوم بشكل 7 إذا ستعقل بأنه الغدان الغدان للسلوسيون باشيئة يعني عند تخفيف محلول قاعدي pH diminuido لماذا؟ أعطيكم مثل عندما أخذنا لدينا السلوسيون بشكل 12.6 للغة لكي نقوم بتخفيف يجب أن نزيده على محلول وهو pH diminuido ما سوف نزيده على المحل هو pH diminuido 12.6 يجب أن نقص ولكن لا تصل إلى 7.0 فقط تصل إلى 7 يعني مثلا أدنى قيمة تصل إلى 7.1 أما 7.0 يعني فقط تصل إلى 7 وبالتالي مثلا في التمرين أعطيك الاقتراحات التالية مثلا أعطيك 13 أعطيك مثلا 9 أعطيك 6 كيف يمكن أن يأخذ هذه السلوسيون لا تصل إلى ما يمكن أن يكون 13 لا لأنها تزادتها لا تزادتها ستنقص بالنسبة للسلوسيون باسيك ما يمكن أن يكون 6 لا نقول فقط كمتنسى ما يمكن أن تقرر ما يكون 7 وذلك نصل إلى 7.1 ونختارها بالنسبة للفالوغ الذي كان يتجه من 12.6 أو 7 كنت من أن الفكرة تكون واضحة أذن الخلاصة بالنسبة للسلوسيون الأسيد من التي كانت تقدم وضع لديهم باسيك باسيك الباسيك باسيك 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 الهدد بالنسبة الفائل أو إدلسينا يعني عملية تخفيف هذا التعريف للعملية التخفيف أدخل يشكي بأجهزة أجهزة للسلوس إذا أرغب المجدد لكي نريد أن نتعلم المحلول على الماء أدخل المحلول لحفظ الجهاز الهدف من هذا الجهاز هو النقص من التركيز 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 يعني محلول أن يكون ويجب أن يكون خطر مثلاً الأسد كرويدريك أو الأولى إذن نقصد خطورة السلوية أكوز أبطنية يكون مقصدية عندما نأخذ الأسد كرويدريك المحلول الذي نأخذ عليه يكون مقصدية كما قلت لكم مثلاً يكون مقصدية يكون مخفف يكون أقل خطورة أن نقصد خطورة لن تسعيش ثانية و لا يفعله لن ي 64% سنعتبر الفضل السلوية 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 سوف يزدد من حول الناس المحلول هناك السلسلسل أصيد والرز وكبير الماء في هذا الحال ما سيقع؟ تطاير القطرة في هذه المحلول مثلا أصيد كرويدرك وإذا قد تطاير القطرة يمكن أن يطرح في عينك ويضع العمى أو يطرح فيه ويحرقك مثلا عندما يضع الزيت حيث يطرح فيها ويضع القطرة في الزيت كيف يوضع الزيت ويضع فيه ويحرقك نفس الشيء هناك يوقع إذا هذه عملية خطأة ما الذي نزيد على السلسل رخص السلسل هو الذي يزيد على الزيت دائما نضع الأصيد أو مثلا السلسل أصيد أو السلسل باسيك في الزيت إذن أتمنى أن الفكرة تكون واضحة هذه بالنسبة للدلسل الآخر فقرة في الثلاث هي البركوشيون أعلم لغة لإستخدام السلسلسل أصيد البركوشيون ثم الاحتياطات يعني الاحتياطات الواجب إتخاذها يعني خلال استعمال هذه المحال الحمدية القاعدية يعني خلال استعمال هذه المحالة الحمدية القاعدية يجب أن أول شيء أول شيء كامل هي ارتداء ملابس الحماية بإستخدام يمكن أن تكون المحالة تضع بإستخدام لأخذ يمكن أن تقوم بإستخدام الملابس أو أولا أيضا تضع الملابس المسك المسك هي الكمامة المسك 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 هي المسك المسك بالنسبة لأخذ القفازات القفازات الحماية اليدين ثم اليونت نظارات الحماية العينية إذا هذا أول إجراء يجب أن نفعل ثم الإجراء الثاني هو إجراء تجنب أي تماث المحالية سواء الحمدية أو القاعدية مع الجلد أو العينين المسك ثم اضع المسك المسك اضع الخفيف مثلا لديك محلول محلول هذا يمكن أن العين من خطر لأن نقص الخطورة أي الخطورة ثم أخيرا نضع المسك مثلا نفضل لديك الصد لا لا يمكن أن تخلط المسك تأثير لأن لا يمكن أن تخلط المسك هذا يمكن أن تخلط الوصول و يمكن التخلص المسك تحدي لتحدي من من ان البعض تحدي محل يمكن ان تحدي محل المسك المحل تحدي ومعضة انطرار أجهزية أي مكتب المخاطر المادة والحسياطات التي تستخدمها لتستخدم هذه المادة ومعضها لتكتب المخاطر يعني أنه يكون غير العلامة ومعرفتها لتكتب المخاطر مثلا تتوقف هذه العلامة هذا العنمه يعني كغوسيف كغوسيف يعني مادة أكلة كما ترون هنا في الصورة هذه اليدين يعني أنه يمكنك إصبحت في الحروق الجلد مثلا أن تتكلم عن ذلك العنمه الثاني يعني إنفلامابل إنفلامابل يعني قابلة للشعاع يعني أن هذه المادة يعني قوى مثلا في المعاقم يعني أنها سريعة للشعاع وممكن أن تحرق ثم هذه العلمة تعني نصف أو إغيطان إغيطان تعني مهيج مادة مهيجة تعني علام الصفة على هذا الشكل أو في الرموز الذي قدام تعني X تعني X تعني إغيطان إغيطان مهيجة بمعدة في عام الثاني أخذت إجابة وقدرت في عيدك ما سيقع؟ تبدأ تشعر بالحقيقة تعني إغيطان يعني مهيجة أو إغيطان في عينك مثلا تعني إغيطان ثم العلمة الثالثة تعني إغيطان يعني تشكل خطر على البيئة سواء على الأسماك أو الكائنة الحية بصفة عامة أو على النباتة يعني لم نخص نفسها في البحر أو في القرب من الأشجر لأنه سيقع اليوم تأثير إذن ستقول لي كيف يمكن أن تخلص منها؟ إذن أول شيء هو التخريف من نقسم الخطرة يمكن أن تصرفها يعني مثلا في الأماكن ثم كذلك هذه مادة متفجرة ثم أخيرا هذه مادة تكسيك مادة سامة يعني ممكن تسبب أو تضي إلى الموت هذه العلامة تتعطف بعض الإمتحانات أو بعض الفروض يعني كما ترى هذه العلامة يتعقل على رمزها كوروسيف ثم إغيطان أو تكسيك ثم أخيرا هذا الدرس سالة نختمه بأسطل تصبح كما العادة توقف هذا الفيديو وكما تضع على هذه المعنى ثم تتعطي إلى الحل هذا المعنى في هذا الشكل لذلك لدينا مادة لذلك ماء جابل هو ماء جابل أو ماء جابل يعني إغيطان هذا المعنى إغيطان الوز في 7 سلسل يمq 11.5 القيمة للوز في الوز في الوز في لدجابل الوز في 11.5 نحو interessante سلسل الوز في الوز في الوز في الوز في نجول الأسطل 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 الوز في، الأسطل 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 11.5 ف figurة أبدأ وضع السمال يعني نأخذ 1 كمية من الوز في الوز في الوز دائما ، الدائما ، ايضًا لدينا مراهور ، الماء الخاليس اسم الى الليلة ، كما نصبع هذه الامرهور عندما نتحدث أن ناحية الأملية وقالوا بأنه يمكن أن نحن التحفيف التحفيف Le سنستطيع وقالوا بي المراهور أكبر هذه المراهور BI ومن ثم 9.5 هذا الذي يأتينا الى الليلة فيها ، الإطلاق فيها نعطينا الى الليلة . ونزلنا على المال البيئة يكون لديه 7 إذا المال سنأخذ هذا 10.5 يزيد على 7 ما الذي سنقوم بتقرير البيئة؟ سوف تقرير من 7 لذلك لتقرير من 7 سيطرون البيئة وبالتالي ما التي سنقصة 11.5؟ لا لأنها لو essentials البيئة أي مدرنا التحاجة ما الذي سنقصة لديك البيئة؟ ما الذي سنقص ب هذا البيئة؟ كذلك لا لأننا قلتنا فقط أثناء أن البيئة داخلي غير تقرير من 7 ما الذي سنقص البيئة؟ كذلك لا لأنها غير تقرب بسبعة لذلك لا تنقص عليها 12.5 كذلك لا لأنها 12.5 ستكون pH زاد وبالتالي الجواب الذي نخسره هنا هي 8.5 إذن سنكسبه pH أتقال 8.5 إذن قلنا نأخذ الفالور ما بين 11.5 هذا و ما بين 7 ما بين 11.5 و 17 كانت 8.5 لا يمكن أن يكون 12 لأنها 12 ستكون زاد وهي أصلا تنقص إذن نكسبه 8.5 كذلك سنقوم بتقديم الجواب و الأتقال سنكسبه كار لأن لغسية 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 بسيطة 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 لغسية 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 هذا هو بازيك، 11.5 كيف يقع الـ pH؟ الـ pH قلنا بأنها دمينية إذن عندما يكون لدينا السلوسيون بازيك 100 pH دمينية 100 pH دمينية دمينية إذا أريد أن تزيد يعني تقترب من 7 يعني تقترب من 7 تقرب من 7 إذن هذا هو الجزيفكات التي نستخدمها دائما بالنسبة للسلوسيون بازيك بالنسبة للسلوسيون أسيد نحن نعود نفس الحاجة لأن هناك سلوسيون أسيد 100 pH دمينية وإنما نقوله بالنسبة للسلوسيون أسيد في التخفيف بازيك كثيرا ثم السؤال 4 كيف يمكن أن نستخدم الـ ما هي الاحتياطات التي نستخدمها أو التي نستخدمها لكي نستخدمها لكي نستخدمها لكي نستخدمها إذن كما قلت لكم قبل أول احتياط ما هو هو لفتنة لفتنة حماية ما هي البلوز المسك 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 هذا بصفة عامة ثم الإجراء الثاني سوف نضع احتياط آخر مثلا ، لا تجد المسك الإجراء المسك آخر هذا هو النهاية الجزء الثاني كنت أمنى أنكم استفتهم لماذا لا ترى الجزء الأول خاصة دوري؟ ترى الجزء الأول سوف أتلقه في أسفل الفيديو وسأتلقه معه أيضاً روابط الثلاثية التمارين كنت أمنى أنكم استفتهم هذا الفيديو إذا لديكم أي سؤال وإنسان لا تنسوا إليها في التعليقات كنت أمنى أنكم التفاقي قدومتم في أعمال الله وحفظه